أقيم بمكتب ديوان وزارة الداخلية بسيئون حفل تكريمي لرجالات الشرطة وأجهزتها الأمنية المتميزين والمبدعين في أداء واجباتهم الأمنية والشرطوية والإنسانية والاجتماعية وفي مرسيم الحفل أشار وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات المدنية اللواء عبد الماجد العامري في كلمة وزير الداخلية اللواء روكن إبراهيم حيدان إلى أهمية المناسبة العربية في إبراز أدوار أفراد الشرطة والأمن والتطرق لتضحياتهم في الحفاظ على أمن المجتمع واستقراره منوها إن هذه المناسبة تأتي تزامنا مع تدشين الوزارة للعمل بإصدار البطاقات الشخصية الدكية والتي تتماشى مع التقنية الحديثة في بناء البنية التحتية للحكومة الإلكترونية والتسهيل على المواطنين في الحصول على الخدمات المدنية التي تقدمها الوزارة كما ثمن العامري جهود وتضحيات رجال الشرطة في المشاركة مع القوات المسلحة الوطنية في حماية التورى والجمهورية ومواجهة الماليشة الحوتية التي انقلبت على النظام والقانون ودمرت البنية التحتية اشتركوا في القناة